هيا شباب طبعا احنا اخدنا المادة دية درسنا مادة المهارات السنة اللي باتت وعندنا معلومات كتير عنها عمر تسنيم ممكن نرد علي كده اتعرفوني انتم طيب حبايب طيب بصوا ولاد مادة المهارات سنة رابعة الهستة مس لو سمحت بصوا يا شباب مادة المهارات بتاعت سنة رابعة زمها كده سهلة جدا ومادة خفيفة ولزيزة انا عايز اطمنكم ان برضو مادة المهارات بتاعت سنة خمسة برضو مادة سهلة جدا ولزيزة وخفيفة اول درس من الدروس بيتكلم عن انا هدلوقتي حالا بس مجرد ما اخدوا الهست هابعت لكم هشاير لكم صورة للدرس والتدريبات اللي احنا هنحله مبدئيا كده شباب احنا بنشتغل من كتاب سلاح التلميذ معانا ولا لسه هنشتريه ها عمر وتسنيم مش معايا نعم مش معايا مش معايا طيب وانت عمر انا عمر عمر مش معايا تسنيم عاكي كتاب يا تسنيم لا انا اسم جنات ايه اسم جنات اسم جنات وما التسنيم دي ايه اختك اخت اختك طيب تمام بس ممكن تدخلي باسمك عشان ما اقولش تسنيم اولا ما قلت تسنيم بايب انتو ترد علي على طوب ماشي يا جميل طيب انتو عايشين فين يا اولاد في السعودية ولا فين انا عايش في مصر في عمر في مصر وانت يا جنات في السعودية طيب اللي في مصر سهل جدا يجيب كتاب سلاح التلميذ موجود دلوقتي متوفر في المكتبات ممكن تنزل تشتريه واللي في السعودية لو ينفع في حد يجيبه لك اوكي ماشي مفيش انا هنزل الكتاب هنزل الكتاب وابعتولك بدقف تمام يا جميل ما تيلاقيش ما تيلاقيش من حاجة زي كده خلاص طيب بصوا حبيبي الدرس الاول بتكلم عن الحقوق والمسؤولية خلوكم معايا الثانية واحدة كده خلوكم معايا الثانية واحدة شباب الدرس الاول بتكلم عن الحقوق والمسؤولية طيب انا عايزة اعرف ايه الحقوق بتاعتي وايه المسؤوليات المفروض اني انا اعملها تتحدد الحقوق والمسؤوليات على حسب المكان اللي احنا موجودين فيه بمعنى ان لو انا في المدرسة الحقوق والمسؤوليات هتختلف عن اننا لو في البيت عن اننا لو في النادي عن اننا لو روح ازور حد من قريبي او حد من معرفنا خلاص تعالوا بقالنا اخدها واحدة واحدة كده ونقول ايه هي الحقوق بتاعتنا مثلا في المدرسة يلا عمر تفتكر ايه الحقوق بتاعتنا في المدرسة يا عمر حقك ايه في المدرسة يا عمر اتعلم جميل نتعلم يبقى حقنا ان المدرسة توفرها التعليم ايه كمان يا جنات حقك ايه كمان الدراسة ما هي التعليم هي الدراسة نحاول نقول حاجة تانية كده واحنا في المدرسة واحنا في المدرسة حقنا ان احنا نتعلم تعليم جيد ان احنا يكون فيه معلم يدينا المعلومة في مكان نتلقى فيه المعلومة اللي هو الفصل اللي احنا بنقعد فيه كمان يبقى متوفق يتوفر لنا مثلا الملعب اللي احنا بنلعب فيه كل دي حقوق المفروض انها تتوفر لك طيب الحقوق تتوفرت لك ايه المسئوليات بتاعتك المسئوليات بتاعتك بتيجي من القواعد اللي المدرسة بتحطها والمفروض ان احنا هنلتزم بيها والمفروض ان احنا ما نخرجش عنها ابدا زي ايه ايه القواعد اللي المدرسة هتحطها او المسئوليات واللي بعد كده هتبقى مسئولية عليك هقولك انا نمرة واحد الزي المدرسة كلنا بنروح مدرسة هل انت بتروح المدرسة بلبس خروج ولا لبس معين حد يرد علي قولي يا جنات جنات يا عمر عمر قولي انت علي فاضح ان جنات عندها مشكلة في المايك بتاعها ها قولي انت بتروح المدرسة باي لبس ولا لبس معين اللبس معين تمام طيب اللبس معين ده من اللي قالك عليه المدرسة المدرسة يبقى دي اول قواعدة من قواعد المدرسة المدرسة لما تقول ان فيه اللبس ولون معين لازم ندخل بالمدرسة بقى احنا لازم نلتزم باللبس ده لازم نلتزم بالايه باللبس ده ادي اول حاج يبقى الزي نمرة اتنين طريقة التعامل داخل المدرسة هو انت بتتعامل سواء كان التعامل ده مع المدرسين بتونا أو مع أصحابنا أو مع حتى العمال الموجودين في المدرسة طيب طريقة التعامل دي المفروض تبقى تعامل باحترام وأدب ولا بهماجية يا عمر احترام وأدب احترام وأدب برافو عليك يبقى احنا المفروض المفروض ان احنا نتعامل باحترام وأدب مع المدرسين مع أصحابنا في المدرسة مع العمال الموجودين في المدرسة مع أي حد موجود في المدرسة إبا أول مسئولية علينا في المدرسة نحن نلتزم باللبس المدرسة اللي حددته المدرسة حددته تاني حاجة الإيه الاحترام خلاص نحن نتعامل مع الناس باحترام تالت حاجة الانضباط يعني إيه كلمة الانضباط يا جنات لو سمعاني جنات سمعاني رد عليها حبيبتي لو سمحت أو سمعت جميل يا حبيبتي طب ما معنى كلمة الانضباط الانضباط معناها الانضباط معناها إن المدرسة محددة موعيد للدخول وموعيد للفصحة وموعيد للخروج يبقى المدرسة لما تقول إن مثلاً إحنا الحصة الأولى بتبدأ الساعة مثلاً 8 ماينفعش هروح أنا 8.5 غلط طبعاً هروح 8.5 عامل إيه بقى الحصة بدأت بقى لها 1.5 ساعة ماينفعش هروح أنا الساعة 7 طيب الفصحة مثلاً معدس 11.5 في بعض المدرس الفصحة عندهم 11.5 ينفع إحنا بقى نيجي الساعة عشر وقول للمس نمسك شنطتنا في إيدينا وقول أنا لازم أنزل فصحة دلوقتي ينفع يا عمر الكلام ده لا لا ماينفعش خلاص يبقى إحنا لازم نعمل إيه نلتزم أو الانضباط كلمة نلتزم أو الانضباط في الموعيد للمدرسة حطاها المعاد الصبح الطبوري الساعة كذا الفصحة الساعة كذا الخروج من المدرسة الساعة كذا طيب حاجة تانية ولا دي بقى مسؤولياتنا داخل المدرسة قلنا الالتزام بالزي المدرسي قلنا السلوكياتنا والاحترام بين في تعاملنا مع المعلمين أو مع زميلنا أو مع العاملين في المدرسة تالت حاجة الانضباط والاحترام الموعيد في حاجة ربعة ولا كده خلاص تفتكروا كده خلاص فكروا كده يطرى فيه مسؤولية تانية علي في المدرسة ولا كده خلاص خدوا وقت كده فكروا ثواني احترام المعلمين ما احنا قلنا احنا قلنا احترام المعلمين قلناها احترام المعلمين والزميلنا واللي هي الايه سلوكياتنا داخل المدرسة احنا بنتعامل ازاي نتعامل باحترام سواء كان مع المعلمين أو أصدقائنا صحبنا في المدرسة أو العاملين في المدرسة أو العمال في المدرسة الحاجة الرابعة لانا عايزة أقولها وهي إنهاء الأعمال المطلوبة مننا في الوقت المحدد بالزرط بنسميها إنجاز المهام في الوقت المحدد إنجاز المهام في الوقت المحدد يعني إيه يعني لما المدرسة تلزمك بواجب وتقول للميس تقولك الواجب ده أشوفه بكرة يعني أشوفه بكرة منفعش أقول لها ترى لا استني بقى يا ميس الأسبوع الجاية أصلا ما كنتش فاضي أصلا ما كان عندي كنت سهران أصلا ما كنت في حفلة أصلاً نسيت رابع حاجة أو رابع مسئولية عليك وانت في المدرسة إنجاز المهام في الوقت المحدد في الوقت المحدد يبقى دي أربع مسئوليات على التلميذ داخل المدرسة طيب لما نيجي ناخد بقى إحنا كده عرفنا حقوقك داخل المدرسة وواجباتك أو مسئولياتك داخل المدرسة درسنا بتكلم عن الحقوق والمسئوليات الحقوق إيه الحاجة اللي أنت بتطالب بيها ومسئولياتك إيه الحاجة اللي عليك زي ما عليك زي ما عليك طيب هل نفس الحقوق والمسئوليات دي اللي في المدرسة هي نفسها بالظبط لو أنا رحت مثلاً النادي فكروا كده معايا فكروا كده أولاد معايا يا عمر احترام نظافة المكان الجمال ده جميل دي مسئولياتك صح كده طيب أنا حقوق إيه وإنا داخل النادي حقوقك وإنت داخل النادي اللي أنت مشترك في لعبة تلاقي المكان اللي أنت اللعبة موجودة المكان موجود ما تروحش يوم تلاقي ما عادش فيه أنا مثلاً بلعب إيه أنا بلعب سباح أو أنا بمشترك في فريق السباح ما ينفعش أن أنا روح يوم أليق حمام السباحة في النادي مش موجود لا طالما أنا مشترك في السباحة يبقى لنائل حمام موجود المفروض أن أنا وأنا داخل النادي يبقى فيه مثلاً إيه يبقى فيه أمن وأمان داخل النادي ده حقك وإنت داخل النادي بتقلع الهدوم بتاعتك وبتغير هدومك وتلبس اللبس المخصص برياضة اللي أنت بتتبع اللي أنت بتمارسها كمان الأدوات بتاعتك اللي ما بتحطها في مكان وأنت بتعوم أو بتتضرب مع المدرب بتاعك الحفاظ على الأدوات بتاعتك سواء كان موبايل بقى أو الفلوس الشنطة بتاعتك الهدوم الأكل اللي ما ما عطيه لك كل ده يبقى حقك داخل النادي الأمن والأمان وحقك تلاقي المكان اللي أنت هتلعب فيه وتتضرب فيه وتلاقي المدرب بتاعك اللي أنت مشترك معاه طيب إيه مسؤولياتك داخل النادي زي ما عمر قال لنا كده الحفاظ على نظافة المكان واحترام قواعد المكان إيه قواعد المكان دي بقى اللي يسمي أنا قلت كده ما أنا فهم أنا عارفة أن أنت قلت كده أنا بشرح لك يعني إيه احترام قواعد المكان يعني لو قلنا إن النادي ده مثلا إيه هل ينفع وانا ماشي في النادي عدى أسرخ وزع كده وغنب صوت عالي أو وزعج الناس اللي قاعدين ينفع كده ها لا يا مس عشان أقول مثلا أنا في النادي وهم النادي كل الناس بتلعب وكل الناس قاعدة وخلاص فأنا من حق بقى أتماشي في أي مكان وأغني بقى بصوت عالي أزعج أسرخ أعمل اللي أنا عايزه لا ما ينفعش ليه لأن في ناس بتروح النادي علشان تقعد قاعدة جميلة وقاعدة هادية وريئة كده يعني إذا ما نقول إيه بتستجم تستجم يعني إيه يعني تقعد في مكان جميلة بتحبه ومكان رايق ومكان هادي بحيث أن يا إيه تدل نفسها طاقة علشان تقدر تواصل بقية اليوم أو تواصل بقية الشغل المطلوب منها يبقى دلوقتي إحنا مسئولياتنا ويه حقوقنا تختلف على حسب المكان اللي إحنا موجودين فيه زي ما إحنا بنطالب بيه حقوقنا لازم ننفذ المسئوليات المطلوبة مننا تمام طيب يا طرق إيه كمان نعم ويا لص ما عملش إزعاج على اللي حوالي بالزبط كده ما نعملش إزعاج ما نعملش إزعاج للي حوالينا إنت عايز تسمع أغاني مفيش مشكلة وتحط السماعة في ودنك خلاص ويبقى أنت بس الوحدك اللي سامع طيب ما عنديش سماعة مش مشكلة مش بفرض عليك بقى عندك سماعة تسمع على قد إيه يعني تعلي صوت الموبايل بتاعك على قد ودنك بس إنت مش لازم الناس كلها تسمع نفس الهونية اللي أنت بتسمع لو أنت بتتكلم مع صاحبك في التليفون يعني إيه صوتك هو بس اللي يسمعه أو لو صاحبك نتكلم إزاي طبعا دي حاجة مش مزبوطة دي اسمها الحقوق والمسؤوليات طيب تعالوا نتنقل بقى كده لمسلا الحقوق والمسؤوليات في مكان تاني مثلا وليكن اختروا كده مكان تاني غير المدرسة وغير مثلا النادي تعالوا نقول فين أهم حاجة فين المستشفى آه ماشي تعالوا نقول المستشفى هنقول المستشفى وبعدين نقول البيت تمام طيب حقك في المستشفى إيه حقوقنا إيه داخل المستشفى إن إحنا نعالج المرضى يا مصر مش إنت اللي هتعالجي حقنا حقنا في المستشفى نتعالج إن إحنا نتعالج نتعالج بعيد الشر إن إحنا لما نتعب ونروح إلى المستشفى نلاقي دكتور يكشف علينا نلاقي علاج ناخده نلاقي اهتمام ورعاية نلاقي السرير ننام عليه ولو الأمر استدعى إن الشخص ده يتحجز في المستشفى يلاقي قوضة ويلاقي السرير ويلاقي دكتور ويلاقي تمريض خلاص ويلاقي عناية ورعاية طيب دي حقوقنا طيب إيه مسؤوليتنا لو أنت بقى رايح تزور إنسان مريض في مستشفى رايح تزور إنسان مريض في مستشفى ها تعمل إيه يولاد قولوا بقى نعمل إيه إيه القواعد إيه القواعد إيه المفروض إيه القواعد إيه المفروض إن إحنا نتبعها إحنا رايحين نزور شخص مريض في المستشفى ما نطولش في الوقت عشان ياخد راحته عمس صح ما نطولش في الوقت في زيارة المريض علشان المريض ياخد وقته صح كده برافو ها كمان واحدة ونقوله دعاء الشفاء ونقوله دعاء الشفاء جميل إيه الجمال ده شاطري عمر يلا يا جنات قولي حاجة يا جنات ها فكري كده عدم إصدار صوت جانبه برافو عليكي برافو دي مهمة جدا جدا إحنا دخلين المستشفى ينفع ناخد بقى أطفال صغيرين يعودوا يزعقوا ويصرخوا ويقولوا أصوات يعني يزعقوا بأصوات عالية أو يلعبوا في الطرقات بتاعة المستشفى يجروا ورا بعد كده ويزعجوا المرضى الناس اللي تعبانة وعايزة راحة ينفع لا لا طبعا ما ينفعش يبقى عدم إزعاج المرضى بإصدار الأصوات العالية كمان في حاجة مهمة جدا طب إحنا راحين للمستشفى هناخده أو يمس نجيب له هدية زي ورد أو شوكولاتة أو نديه له ظرفه في الفلوس عشان أه عدو أيوة عشان هو محتاج علاج جميل برافو عليه تمام كده يا عمر يعني نعمل إيه؟ إحنا راحين نزور شخص في المستشفى أبسط حاجة ناخد له ورد أو مثلا زي ما عمر بيقول ممكن نديله مثلا المبلغ من المال في ظرفه كده بحيث ما نحرقوش نحطه له بحيث يساعد نفسه على العلاج طيب إحنا راحين بقى للمستشفى ناخد له بقى أكل بقى سامك بقى ومحشي ورز وفراخ ومش عارفة إيه وإيه ونعود كده نحط الأكل جنبه ونعود ناكل ده كلام مصبوط؟ لا يا مصبوط لا طبعا المستشفى مش مكان للأكل إحنا مش راحين النادي مش راحين الحديقة الوزارة بتاعك الصحة هم ها؟ بالضبط كده المريض ده ما ينفعش ناخد له أي أكل معانا إلا المصرح به يعني الدكتور لما يقول الدكتور لما يقول مثلا هو يأكل كذا هو ده الأكل اللي احنا ناخده معانا ده إذا ما كانتش المستشفى متوفرة وكمان والمستشفى المفروض بني بتوفر الأكل للمريض طب إحنا عايزين نزوده ماشي كل مريض أكل مخصص عشان اللي عنده سكر واللي عنده ضغط واللي عنده سكر ما يأكلش أي أكل فيه سكر ما شاء الله عليك يا عمر ممتاز ممتاز قول لا ها؟ قول مش أي حاجة يأكلها ما ينفعش بإنسان مريض سكر وادخل عليه المستشفى بعلبة شكولات يا خبر ده تدمره ما ينفعش بإنسان مريض ضغط وندخل عليه بأكل مسلا يرفع الضغط بتاعه لا غلط يبقى احنا نعمل إيه؟ يا إما نسأل الدكتور إيه الأكل المسموح به ونجيبه يا إما نسيب المستشفى دي شغل المستشفى طب إحنا نفسينا بقى وإحنا رحيين نزوده يا ميس الوزارة هي هتبعت لهم أكل صحي كويس للمريض بالزبط المخصص أو معين لكل مريض بالزبط كده المستشفى نفسها هتبعت مجموعة من أكل كده ومجموعة تانية من أكل كده تمام من أكل تاني مزبوط مزبوط كلامك لكل مريض صحي كده المستشفى نفسها هي اللي بتجهز في المطبخ بتاعها هي اللي بتجهز الأكل الخاص بكل مريض على حسب الحال الصحية بتاعته طيب أنا رحي ويركز حوالي بتقولي يا جنات ويركز حوالي يعني ايه يركز حوالي عايزة تقولي ايه فاهميني يعني خلاص قولي يا حبيبتي ما تتكسفيش قولي قولي فاهميني تعايزة تقولي ايه يعني مسلا إذا تخبط في حد يعني ده مش مركز مسك تليفون أو حاجة معا آآ آآ الصودي وإحنا ماشيين مثلا وإحنا ماشيين في المستشفى في الطرقات بتاعت المستشفى بقى مركزين إحنا ماشيين إزاي عشان ما نخبطش في الناس في حد مريض ماشي مش قادر يمشي آآ نوقعوا مثلا حد كبير في السن حد مثلا رجله متجبسة وماشي يضب بالراحة كده عليها فإحنا نركز وإحنا ماشيين ماشي جميل يا جنات جميل في حاجة تانية بقى أنا عايز أقولها أنا عايز أقولها لكم عشان ما يمردش أكتر ويكون عند مرض فطير ويموت بالضبط ما شاء الله عليك يا عمر يبقى إحنا لأول لبسنا للمسكات دي لبسنا للمسكات هيحمي المريض ويحمينا إحنا كمان يحمينا إن إحنا ما نتعداش ويحمي المريض إن إحنا لو لو قدر الله مثلا عندنا دور بردة أو تعب أو حاجة وهو يتعدى مننا نقوم نزود عليه تعبه ونزود عليه مرضه يبقى برافه يبقى نلبس المسكات يبقى إحنا نعمل إيه يبقى كل دي قواعد أو كل أولا مثل حاجة كمان عشان لما نطلع إيه نقم إدينا بالمعقيمات المنزوقة عن حيطة أيوة عشان لو إحنا مسكنا حاجة فقام مقربات أو أي حاجة جميل جميل برافو عشان ما ينقلش المرض ما يتنقلش المرض بالزبط عشان ما يتنقلش المرض من اللي في المستشفى للبرة أو العكس جميل برافو عليك إحنا كده قلنا قلنا مجموعة كبيرة مجموعة كبيرة ومهمة من القواعد أو السلوكيات المفروض نتبعها وإحنا داخل المستشفى هل نفس السلوكيات والقواعد دي اللي إحنا قلنا عليه في المدرسة بس عايزة أقول حاجة قول يا جنة وعدم توسيخ الحاجات الحوالية تمام الحفاظ على نظافة المكان بصوا بقى أنا عايزة أقول لكم على حاجة الحفاظ على نظافة المكان دي قاعدة أساسية ومهمة جداً في أي مكان احنا متواجدين فيه في البيت في المدرسة في الحديقة في النادي في المستشفى في الشارع عند صحابنا في المولات اللي احنا بندخلها ونشتري منها ونتفسح في أي مكان انت بنمشي فيه لو حفظت على نظافته يعني توقعوا ان المكان كله هيبقى مكان جميل ونظيف ومرتب احنا لازم نحافظ على نظافة المكان يبقى احنا قلنا حقوقنا ومسؤولياتنا تتحدد على حسب المكان اللي احنا متواجدين فيه حقوقنا ومسؤولياتنا ونروح في معادة الزيارة لو احنا رحين نزوره يا نمشي الصبح بدري ولا بالجلب صح الالتزام بمعادة الزيارة المفروض المستشفى بتحط قواعد كلا بتقول معادة الزيارة مثلا من الساعة اثنين للساعة اربعة ماينفعش احنا بقى نروح الساعة اثناشر ونقعد نزع للدكاترة هناك او الناس اللي شغالين هناك التمريد وقولهم لا احنا لازم ندخل دلوقتي احنا جايين من بعيد احنا جايين من صفر طب احنا زنبين ايه احنا قلنا المعادة من اثنين لاربعة يبقى ندخل المستشفى الساعة اثنين نزور المريض بهدوء وبأدب وباحترام ونحافظ على كل السلوكيات اللي احنا قلناها دي وفي نفس الوقت ساعة ما ديجي الساعة اربعة كلنا كل الناس اللي بتزور المرضى تتفضل تخرج ليه لان بقى هيبقى يجي دور بقى العمال هينضفوا مثلا القوض هينضفوا الطرقات نعم حبيب تفضل اذا اقول حالي قولي يا تسنين يا جنات ممكن عدم احراج المريض عدم احراجه انا سمعته صح اه يا حبيب ترد علي تمام عدم احراج المريض ماشي احراج المريض باهم هال ازاي نحرجه ازاي بايه موزون فريقا مثلا ما انت حضر غلط اه صح كده احنا رحين نزور مريض فنقوم نعمل تصرف خطأ نحرجه قدام المرضى التانين اللي موجودين معاه او نحرجه قدام الدكاترة ان قريبك يعني ناس ايه مش محترمين القواعد مش محترمين المكان مش بيتعاملوا باحترام فعلا برافو عليك يا جنات كمان احنا قلنا نلتزم بالموعيد احنا زي ما اتفقنا بالموعيد يعني ايه ندخل في المعاد المخصص ونخرج في المعاد المخصص ندي فرصة للمريض ان هو يرتاح ياخد العلاج بتاعه ياخد الادوية ممكن يكون في التوقيت ده عنده دواء لازم ياخده عنده حقنة لازم ياخدها عنده الممرضة هتطلعه يعمل اشعة هتوديه معمل التحاليل يعمل تحاليل حاجات كتير جدا احنا بقى ايه ما لناش فيه يبقى احنا نلتزم بالمعاد يبقى خلصت الكلام يا ولاد خلصت الدرس بتاعنا النهاردة الدرس الاول من مادة المهارات المهنية للصف الخامس الحقوق والمسئوليات حقوقنا ومسئولياتنا تتحدد على حسب المكان اللي احنا موجودين فيه لما نعرف حقوقنا ونعرف مسئولياتنا هتبقى الامور جميلة والامور هادية والدنيا كلها مزبوطة ده كده كان درسنا النهاردة علشان احنا كده وقتين من خلص انا بعتذر للمرة التانية ان انا اتأخرت عليكم فعزنا اتفضل في حاجة كمان كنت عايزة اقولها عليك اتفضل اتفضل عدم يعني ما تجيبش حيوانات عشان ما حدش اذا عنده حساسية برافو برافو عليك والله جميل جميلة جميلة صح صح فيه ناس مننا ما عندهم مربيين قطة مثلا في البيت مربيين كلبة او كلام من ده ينفع ان احنا نحن المستشفى بقى ناخد القطة بتاعتنا وناخد الكلبة بتاعنا ونحن المستشفى لا 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 تتصرف خطأ جدا تصرف لا يليك ما ينفعش ناخد الكلبة او القطة في المكان ده بالذات لان المكان ده المفروض معقوم المكان ده او يمكن يمس الكلب يكون مريض بالضبط وينتشل المرض منه اتبا انا افترض كلامك مظبوط بس انا افترض ان الكلب اللي في البيت ده لان انا مربيين في البيت لا سليم ومعندوش امراض بس الكلب ممكن يهوها ويطلع الصوت يزعج المرضى ممكن انا وانا ماسك الكلب كده غصب عني يفلت مني يفضل يجري وتنطط بين القوض وبين المرضى لا لا ده يعمل يعمل حالة من الهرج والهياجان داخل المستشفى لا ده حاجة خطأ خطر جدا وخطأ جدا 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 يبقى فعلا عدم اخذ الحيوانات الاليفة صحيح حيوانات الاليفة بس ما ينفعش ابدا تدخل مكان زي ده خلاص يا حبيبي كده احنا خلصنا حستنا النهاردة ان شاء الله من غير مقطع انا هبعتلكم هنزل الكتاب عندي وابعتلكم على هشوف الجروب المناسب وابعتلكم عليه وابعتلكم الواجب عليه واحنا بنشتغل من كتاب السلاحي التلنيز الموجود في مصر سهل جدا نشتري الكتاب ويتابع معايا منه تمام يا حبيبي؟ تمام يا ميس حد بقى عايز اي حاجة في اللي احنا قلنا لا طيب تمام نتقابل على خير الحصة جاء ان شاء الله انا بعتزلكم ان انا اتأخرت معلش لان كان عندي مشكلة كده فعلى بل ما زبط الدنيا شكرا يا حبيبي شكرا مع السلامة مع السلامة مع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة